المرض مش نهاية الحياة ومش عائق أمامها وأكبر دليل نور المصابة بمرض التلسيمية ويلي صار لـ 12 سنة مزوجة مريض التلسيمية مثلهم مثل أي شخص بيقدر يتجوز ويعمل عائلة وبمجرد ما يكون الشريك نرمال منه حامل للصماء أكيد فيه يتجوزه أنا عندي برجع بعيد ولدين وهنا سليمين ما عندهم شيء أبدا تلسيمية مرض وراثة مزمن بشكل نقل الدم أساس علاجه إذ بيحتاج المريض لنقل الدم كل ثلاث أسابيع أي بين 18 و36 وحدة دم بالسنة ونصع بتأمينها بشكل إفراضي من هون كانت حملة التبرع يلي نظمه مركز الرعاية الدائمة يلي عم يعالش حوالي 700 حالة بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني بما كان غير تقليدي عقرنيش عن المريسة حبينا نكون مع الناس مع الشعب بالطريق لحتى نخلي المماري يشوف إنه كيف عم نهتم نحنا بالمرضى لحتى خصوصي التلسيمية بتاعنا في اليوم العالمي للتلسيمية لحتى نشجعوا يتبرعوا بالدم وإذا نحنا ما تعونا وتساعدنا كلنا سوا ومدينا إيدنا لبعض ما حدا رح يساعدنا فأهمية اللبناني بيحب يساعد بيحب يعطي عندهم محبة للآخر نحنا عم نعطي مثل ما نعطي لكل ابنين دم تلسيمية بحاجة كتير لدم اللي نحنا منعطيون للولاد هاللي منصابيين وهيدا اليوم العالمي للصليب الأحمر وللتلسيمية هو بعبر عن الشراكة الشراكة الحقيقية بخدمة الإنسان وبخدمة الإنسانية تعويل كان على عنصر الشباب لنجاح هيد الحملة أنا أول ما صار عمري 18 سنة كان عندي الشغف والرغبة لساعد الناس فشو أهيان طريقة تساعد الناس نكس حبيلهم دم كل 3-4 شهور أنا بتبرع بالدم يا دم يا بلاكات حسب الناس هي شو محتاجة لأنه كل واحد فينا قادر يتبرع لازم يتبرع لأنه هول الناس بحاجة كتير لوحدات دم مرضى التلسيمية حياتهم بنقل الدم و 15 دقيقة كحد أقصى على هيد الكرسي كفيلة بضمان عيشهم بشكل طبيعي لأنه عطاء الدم عطاء للحياة ترجمة نانسي قنقر